عنا علوم سياسية باكاليوس علوم سياسية نحن الوحيدين اللي عنا باكاليوس علوم سياسية في مندقة البحر بس حطينا لكل جهة قائد بكلية العلوم الإدارية عنا خمس برامج على مستوى الباكاليوس بلاتي على مستوى المجلسات نحن الحمد لله أخدنا استراتيجيات وطبقناها طبعاً كان عنا نحن الشغس أن نوصل للعالمية سواء عن طريق التصنيفات والتقييمات أو عن طريق الاعتمادية نحن من ضمن أول 550 جامعة في العالم من الجامعات حديثة الوجود اللي هي عمره تحت 50 سنة جامعة فبشكلك على هذه المقابلة الحمد لله تحصيل الاعتماد من وكالة ضمن جودة المملكة المتحدة إنجاز ضخم ومن ضمن 11 جامعة في العالم اللي حصلت على هذا الاعتماد طبعاً الاعتماد يعتمد على عدة مؤشرات أو معايير هي مقتبسة من مواشرات أوروبية الحقيقة اسمها European Standard Guidelines بسموها ESG في عشر معايير لازم الواحد يطبقها ولازم يعني كل معيار تكون الجامعة مستوفية شروط طبعاً بالأخص هي الحقيقة شغلة مهمة جداً كيفية تطوير البرامج كيفية مراقبتها حضورنا على الويب والإنترنت والسوشال ميديا كمان في شغلة مهمة هي عملية الاعتماد من مؤسسات خارجية يعني مثل هيئة ضمان جودة تعليم وتدريب في مملكة البحرين نحن لدينا المراجعة المؤسسية منها لدينا الاعتماد الأكاديمي من مجلس تعليم العالي هي شغلات مهمة لدينا كمان مركز لتدريب الأساس الأكاديميين والإداريين من أكاديمية التعليم العالي البريطانية اللي اسمها اليوم Advanced HE كان اسمها بزمان HEA Higher Education Academy فالحمد لله نحن مركز معتمد من هذه الأكاديمية وتقريباً يعني 70% من أساساتنا وبعض الإداريين محصتين على زمالة الأكاديمية التعليم العالي البريطانية كمان ساعدتنا كثير الشغلات الثانية المهمة اللي كنا عملينا من قبل يعني عملية الايزو لدينا ايزو سرتيفيكاشن للعمليات الإدارية والأكاديمية في الجامعة وهذه ساعدتنا كثير يعني لأنه طبعاً لما تجي وكالة مثل ضمان الجاودي في المملكة المتحدة بتجي نشوف الانستيوشن ككل يعني وان الإنجازات اللي حصلها كيف عملية الجاودي ومراقبتها في الانستيوشن فالحمد لله مركز ضمان الجاودي والاعتمادية في الجامعة عملوا مهمة فعلاً شوق يعني حتى نقدر نحصل على الاعتماد طبعاً كان فيه لجنة مشكلة برئاسة رئيس الجامعة الحقيقة اجتمعنا لمدة تقريباً سنتين متواصل يمكن كل اسبوع في المجتمع وعملية التحصيل على الاعتماد أخذت حوالي 18 شهر كان فيها عدة يعني مراحل المرحلة الأولى بتحط الابليكيشن بشوفوك إذا عندك يعني أنت تقدر تنطقل للمرحلة الثانية اللي هي بسموها سكوكين فيزت فعملوا لنا زيارة افتراضية للمرحلة الثانية وقالوا إذا فيكم تطلع للمرحلة الثالثة اللي هي الريفيو فيزت الريفيو فيزت طبعاً كان فيه أربع مخيمين واحد من المملكة المتحدة نائبة الجامعة وشخص من المنطقة سموه انترناشن ريفيور وفي عندهم الريفيو وهدي شغلة مميزة عندهم أنهم عندهم طالب من جامعة في بريطانيا بيكون ضمن اللجنة حتى يقيموا الطلاب بتعرف الطالبة بيعرف الطالب شو بده وكان فيه طبعاً مسؤول من قبل وكالة ضمان جودة في المنبك المتحدة هدي الفانل اللي كانت موجودة طبعاً الطلاب بيلعبوا دور أولاً لأنهم يتأكدوا أن الطلاب محصلين على تعليم بيستو في صوق العمل ذات جودة عالية فبيقابلوا الرئيس الجامعة الإدارة العليا أساذة في الجامعة الطلاب الخريجين وبعض الناس المستشارين موجودين على المجالس الاستشارية للبرامج الأكاديمية فكانت الزيارة حوالي ثلاثة أيام الزيارة افتراضية كانت مرة تانية والحمد لله أنه بالأخير طبعاً التوصيات اللي بتجي من الريفيو بانل بتروح للجنة الاعتمادية في المملك المتحدة في الـ QAA و UK وهن بيقرروا إذا بيعطوك الاعتمادية أو لا يعطوها لخمس سنوات وبنص المرحلة بعد سنتين ونص بيجي من الريفيو تانية يتأكدوا أن كل الشغلات اللي قالونا نحسنها نعم ما نحسن فيها طبعاً يعطونا بعض الـ يعني هم انبسطوا من شغلات تانية ومعين تانية اللي هنى وجود مركز معتمد من أكاديمية تعليم العالم البريطانية يعني نعمل شغلات عالمية في تدريب الأساس الأكاديمية والإدارية وعلى موضوع الـ IT Systems اللي عمنا في جامعة كانوا مبسطين جداً أنه وفيها 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 فهيدا من ضمن الـ ما زل حسن ديكم معنى رئيس اختبار الجامعة العلوم الطبية كانت العلوم الطبية منذ أفضل عشر جامعات في العالم ينشي العمل اللائف ونمول الاقتصاد لتصنيف الـ Times العالمي في التأثير فتحقيق هذا التامية المستجامة نعم طبعاً تقييم وفيما الـ Times Higher Education أو التأثير تسموها Times Higher Education Impact Ranking فبقيم الجامعات على أساس هدى شيئ يستوفي السبعة عشر هدف لـ United Nations من ضمن الفقر والصحة والتعليم والمساواة المرأة والرجل والستعمالات الطاقة والمياه والسلام العالمين تعرفون السبع عشر جولف سبع جمال ومبيناتهم في العمل اللائق ونمو الابتصار الحمد لله عندما بعد التقييم نحن كنا تقييمنا ككل رقمنا 200-300 كتقييم كلي في العالم يعني إنجاز ضخم جداً جداً حقيقة بعملية العمل اللائق ونمو الاقتصاد كنا رقم عشرة وهي بدل على إنه كم نحن نهتم بالأبحاث والتعليم اللي بيساعد على تحسن الاقتصاد أو على فرص لطلابنا في سوق العمل طبعاً بالـ QS رانكينج التقييم الـ QS نحن من ضمن الجامعة الوحيدة حتى في حقيقة جامعة البحرين اللي عندها من ضمن الخمسمية وخمسين جامعة في العالم اللي خرجينا مؤهدين يعني أو بفوتوا على سوق العمل بسهولة وبنسبة سوق العمل فالتقييمات اللي حدثت لـ Times Education بموضوع من ضمن أول عشر جامعات في العالم في العمل اللائف والضغون اقتصاد دليل على إنه كم يضعنا جهود في هذا المجال بعملية جودة التعليم هي حقيامونا بين المية وواحد وميتان وعدة شغلات جندر كواليتي كيف تصيب بين المرأة والرجل والسلام كمان كان في عنا تصنيفات شي منها بين 300 وواحد بين 200 وواحد وثلاثمية وواحد كان في 300 وواحد والأربعمية لكل معيار يقيموه بس يعطوك تقييم اللي كان ممتاز حسنا كثيرا على السن الماضي كنا 400 وواحد وستمية وهلأ صرنا 200 وواحد طبعا كان فيه ألف واربعمية وست جامعة متقدمين لهذا التقييم من مية وستة بلد بس إذا بتاخد عدد الجامعات في العالم فيه بحدود تلتين ألف جامعة يعني تعتبر إنه الإنجاز هذا من مية وثلاثمية وواحد مية 30 ألف جامعة من مية 30 ألف اللي قدموا فقط ألف واربعمية وستة أو هللي عملون تقييم ألف واربعمية وستة جامعات فالحمد لله إنه كنا موجودين طبعا يعني الدعم المتواصل من مجلس الأمناء ومجلس إدارة ومجلس إدارة برئاس الأستاذ الدكتور روهيب الخارجة ساعدتنا كثير فعلا في عملية حصول الجامعة على الـ QA وعلى التقييمات العالمية سواء في الـ أو في الـ أو في الجامعات القضراء كما أنه تقييم ممتاز وطبعا الدعم الأكبر الذي ينتج دائما هو من المجلس الأعلى مجلس أمامين العام قسم المجلس تعليم العالي من المجلس تعليم العالي هذا أكثر دعوة تعليم والتدريب أو مزار وتعليم جهودا ستراتيجيات الوضعات الأمان العامة لمجلس تعليم العالي صراتيجيات العالمية 8400-2020 لSorry جمع غبرة. نحن الحمد لله اخدنا استراتيجيات وطبقناها. يعني مثلا بموضوع الـ QAA UK. وهي طبعا من ضمن استراتيجية التعليم العالي انه توصل الجامعات البحثنية الى العالمية. فكنا اخلين الدعم من سعادة رئيس بل عدنا نشكل لجنة وقلت لك اخ وليد برئيسة رئيسة الجامعة. بس حطينا لكل جهة قائد. يعني كنت مجموعة من زملاء الكرام نجتمع باستمرار ونشوف كل المعيار من هو الشخص المناسب له. جبنا الطلاب معنا من اول الطريق. الخريجين. قلينا تكون جهود من الجميع الحقيقة ما في الواحد يقول أنه هو شخص الجامعات فقط تقوم على عملية العمل المتماظن روح الفريق الواحد طبعا بدك القيادة كمان تكون الحقيقة سلامة وتكون محفزة طبعا كان عنا نحن للشغل أن نوصل للعالمية سواء عن طريق التصنيفات أو التقييمات أو عن طريق الاعتمادية الاعتمادية التي حصلناها من مجلس التعليم العالي كانت بالتعاون مع المجلس البريطاني للاعتمادية كمان بريتش أكريتاشن كونسل حققناها من أربع عصيدة في 2018 كانت كمان مهمة صعبة الحياة اعتماديات التي تخذها على مصة والوطن المحلية اعتمادات سمعة عالمية سواء من هيئة الضمان الجودة جودة التعليم والتدريب أو من مجلس التعليم العالي فالحمد لله كانت جهود كلها مع بعض سعادتنا جدا طبعا كل برامجنا هلا في الجامعة عند جديرة بالصخة من هيئة الضمان الجودة التعليم والتدريب كل البروغرامات لدينا اتنين اعتماديتين محليتين لدينا ايزو سرتيفيكاشن لدينا مركز معتمر من أكيد التعليم العالي تصنيفات عالمية عالية كلها شغلات بتساعدك في عملية الحصول على اعتمادية عالمية من المملكة التحدي يعني عنه يمكن من أشهر وأهم الهيئات العالم لتقييم جودة التعليم والتدريب حقيقة طبعا تحدثت عن أبرز الإنجازات اللي حققتها الجامعة منذ التأسيس هل في حدثتك حابب نظيف إنجازات الأخرى حصلت حقيقة الجامعة؟ يعني الإنجازات طبعا هدا اللي مشهودة عليها ويعني موثفة في الجرائد والمجلات والإعلام طبعا إنجازات الجامعة كمان بموضوع البحث العلمي تشوف مثلا لما جيت على الجامعة كان يمكن عدد الأبحاث في السنة حوالي 40 بحث هلأ وصلنا لحد هلأ هذه السنة 215 بحث كلها منشورة في سكوبيوس يعني جانلس مجلات عالمية في إي أس آي جانلس يعني فشوف عملية التطور تبع الجامعة عدد الأبحاث الهائلة اللي عمنا سوية بتشوف إنجازاتنا بالتعاون مع جامعة لندن ساوز بنك الحمد لله خرجنا أول دفعة 40 طالب من برامج الهندس المبنية والمعمارية وخرجنا طلاب من عملية التعاون مع كاردف مت يونيفرسي في اليوكي فعملية التعاون الدولي كمان يعني ساعدتنا جدا جدا الحمد لله الله إن شاء الله قريبا نفتتح برامج جديدة كمان مع لندن ساوز بنك في الهندس الميكانيكية والهندس الكهربائية والالكترونية وفق مجلس تعليم العالي على البرامج التعاون لدينا برامج تانية في الحقوق أو القانون اللي هي الالبي له وفي عنا برنامج جديد في إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية مع لندن ساوز بنك بس منتظرين من تعليم العالي إن شاء الله غدا أبرز البرامج الجديدة أبرز البرامج الجديدة بالزبط اللي هنبلشيها إن شاء الله في سبتمبر بهودي كلهم الأربع برامج مع جامعة لندن ساوز بنك دراسة في اليوركيات أكيد يعني هو ما فينا نفتح أي بروغرام إلا ما نكون نعملنا دراسة جدوى لهالبروغرامات ونشوف شو اللي مصلوب يعني الحقيقة بسوق العمل كل برنامج وديك تفتحه طبعاً كمان تعليمات مجلس تعليم العالي والأمان العامة إنك تكون عملت دراسة جدوى إنه فعلاً سوق العمل معني كل برامج بلغة الإنجليزية الطلاب بيحصلوا على الشهادات بريطانية وهنا عم يدرسوا هون يعني ما عم يتركوا أهلاً ما عم يتكلفوا أكثر تكلفة أقل أكيد وعم يأخذوا نفس الدقريب الدقريب يأخذوا من جامعة لندن ساوس بانك يعني نحن بس نقولهم على إذا شر يسيري إنه فقط درسوا في الجامعة بس لما نتخرجوا يمكن من أسبوع شي ثمان أسابيع كانوا في وقت برئيسة نائب رئيسة لندن ساوس بانك يجوا على الجامعة على الدانة مسرح الدانة وسلموا الشهادات هن للطلاب وسلموا طلابنا راحوا كمان تخرجوا في بريطانيا فالشهادات هذه موجودة طبعاً عنا برامج كمانتين مقدمين فيها لمجلس العليم العالي بمجسرات هذه الحقيقة برنا ناطرين يعني اللي يردوا علينا الأكبار وإن شاء الله في تطلعات كمان بدأ برامج دكتوراه إن شاء الله عم نشغل على مشروعين مشروعين؟ إن شاء الله بعنا ما حدنهم بالظبط بعنا عم نفكر فيهم يعني شو المواضيع المهمة اللي فينا نعملها طبعاً من ضمن إنجازات الجامعة كمان لما تشوف عدد تقييم المبنى صرنا سبع مرات فيزين بجائزة محافظة العاصمة لأجمل مبنى في الفئة التربوية ده سبع سنوات متفالية وهيدي منحتفل فيها أثناء العيد الوطني وعيد جلوس جلالة الملك حفظ الله ورعاه هن طلابنا بياخدوا صور الحقيقة وبحطوها على إنستجرام ومننقق أجمل صورة وكنا نبعتها للمحافظة العاصمة فالسبع سنوات متفالية أخدنا الجائزة الأولى طبعاً من ضمن الإنجازات إنجازات الثانية كمان طبعاً الـ QS rating نحنا جامعة الوحيدة في البحرين اللي عندها rating يعني مش تقييم بيسموها rating فارل ranking rating عندنا أربع أستاذ الحمد لله نحنا من ضمن أول 550 جامعة في العالم من الجامعات حديثة الوجود اللي هي عمره تحت 50 سنة نحنا من ضمن أول 150 جامعة في العالم نصور يعني فيه كذا ألف جامعة في العالم وعمره أقل من 50 سنة نحنا من ضمنها يعني جامعة عمره 18 سنة الإنجازات اللي عملناها نصور جامعات تانية ممكن أخدتها 50 و 60 و 100 ايه والله بالـ QS rating مثلاً تقييم جامعات القضراء نحنا رأينا 459 في العالم إذا بتاخد مثلاً عدد الخريجين تبعنا كمان هلا مع هذا الفصل يمكن بيوصلوا للـ 6500 خريج كلهم بمناصب مرموقة سواء في البحران أو في الخليج وهو دي أجمل سفراء للجامعة حقيراً دائماً الخريجين والطلاب هن السفراء الحقيقيين هن الاعتمادية لما إجوا لهون أكثر شي يحكوا مع الطلاب والخريجين ليه؟ هو رح يعرفوا أن أنا بدي أقول له الجامعة رهيلة ومرموقة ومحترمة بس هو بدي أسمعها من الـ user اللي هو هالشخص رح بروح يشترى بسوق العمل هل الجامعة أهلته يشترى بسوق العمل؟ وطبعاً بتأهيل طلابنا نحن عمل لهم نسميها graduate attribute اللي هي مواصفات الخريج اللي هي على مستوى الجامعة يعني أخوالي انت عارف هالأيام الـ technical degree هو passport اللي بفوتك على سوق العمل بس انت خد تكون يعني علاماتك خارقة جي بي اي تبعك عالي عالي جدا جدا وما عندك الاكسرا سكلز اللي هني بدهم هلا يعني بدي يكون عندك مهارات في القيدي في النقد في البحث العلمي في التحليل في الـ presentation skills communication كل هالي مع بعض من حطة ضمن مواصفات الخريج اللي لما يخرج من الجامعة بدي يكون عنده الـ technical degree طبعا اخذ bachelor degree والله ماسف بس عنده كمان المؤهلات اللي فعلا بتفيدوا بسوق العمل وهذه الشغلة اللي بلاشنا نركز عليها أخطر حقيقة بحص طلابنا اننا موهوبين مثلا موضوع الـ entrepreneurship يعني يكون ريادة الأعمال طب ما فيه هلا بسوق الحظ يعني الوظائف عما تقل سواء بالـ private sector او الـ public sector مضبوطة ولا هيدي حقيقة انت كنت تعرف بس انت لما تعطي الشخص يعني مواصفات ريادة الأعمال بتساعده انه اذا بد يفتح بزنس يكون يبينجح فعملنا مركز عندنا الحقيقة مركز ريادة الأعمال في الجامعة وبعض الطلاب الموكوبين اللي هني حابين يفتحوا بزنس نكونوا على الجامعة منعطيهم مكتب مندربهم منساعدهم طبعا بتساعدهم جدا ايه ده انه منشغلات المهمة عني السؤالين حيا دكتور الاول عدد من الجامعة منذ التأسيس وعايز لو كين مكانية وحصائية لنسبة خديج الجامعة اللي انخرطوا بسوق العمل البحث نعم بتصور انه العدد هلا بوصل لـ 6500 تقريبا مع هدا الفصل التاني اللي انه يمكن اليوم مجلسي جامعة يجتمع ويقرر تخريجهم يعني نسبة طبعا عنا عدد كبير نحنا من طلابنا قردي بيشتغلو هنه حقيقة نسبة كبيرة فالبرامج حتى في بعض المواد منعلم بعض الظهر من الساعة 3 الى التسعة اتصور هود الاشخاص يعني بيشتغل عنده عائلة عنده مسؤوليات وبيجي عالجامعة بيظل الساعة 9 يدرس انا بيحترم انه بجلن حقيقة يعني انه واحد يكون عنده هالهمة ان يشتغل لا لنهار حتى ايكو الدقري هو عم يشتغل بتصور ان الناس بالتوظيف كان عندنا يمكن اكتر من 80% من خريجي الجامعة والبقاية يعني او معناش احصاءات عنون او ان كان عم بيطيبوا على دراسات عليا فالحمدلله يعني خريجي الجامعة دائما عندهم فرص انه نضيقوا عمل بسهولة واغلبيتهم قسم كبير منهم انه الرادي عم يشتغل 8 ملك انا بقول انه 80% 80% طبعا الاحظائيات لازم نسلمها احنا كمان لما اخذنا التقييم من الـ QS لما حطونا ضمن اكتر 550 جامعة في العالم اللي خريجينا بقدروا يضيقوا وظائف وينخرطوا بسوق العمل 80% طبعا رقم عالي جدا لانه بالمؤشرات العالمية مثلا تقارير من بريطانيا تقريبا 70% بكونوا عم يشتغلوا واحد 6 شهر من التخرج وفي نسبة تكون عمال تشتغل وما تتابع دراسات عليا بس في نسبة كمان اكوالين ما بيقولوا لك وين بروحوا يعني هنه بكونوا عم يشتغلوا قد يكون فتح business لأيه قد يكونوا هاول 20% عم بطلعوا فلوس اكتر من 80% يمكن عندهم business لأيه تمام تمام أبرز التخصصات قد انت بحسن هي من خريجي الجامعة وبيانخرطوا فصول عمل بحرين نعم نحنا نعم طبعا نحنا عنا أربع كليات وليد نجنوب تعرف عنا كليات الحقوق عنا بكالوريوس في الحقوق وماجسر في القانون وقانون التجاري طبعا عنا أهداد هائلة في هذه الكلية بين حدود الألف طالب وفوق ريجينا دائما موجودين قضاء ومحامين بعدة مناصب مهمة يعني وإن شاء الله نبدأ بموضوع الالالبيلو اللي هو يعني بكالوريوس الحقوق بالقانون باللغة الإنجليزية مع لاندا صاحبان كالا بيختح مجلة أخرى إن شاء الله في كلية العلوم الإدارية طبعا كل هاي البنامج عنا جديرة بالثقة حصلة من هيئة برانجلدة التعليم والتدريب سايكل تو كل جديرة الثقة فول كونفيدنس ما عنا ولا بروغرام في الجامعة الحمد لله لمتال كونفرس يعني مثلا من ثمانة سنين لما جيت كان في بعض البرامج فيها لمتال كونفرس فالله ولا بروغرام كلها جديرة بالثقة من هيئة ضمانة جودة التعليم والتدريب بكلية العلوم الإدارية لديй عنا خمسة برامج على مستوى البكالوريوز والثلاثة على مستوى المجستير طبعا عنا علوم سياسية بكالوريوز علوم سياسية نحنا الوحيدين الجامعة الوحيدة والتخصص الوحيدة فهذا في لده فرص كبيرة إن شاء الله فيه يعني أفكار لبرامج المجستيرات وبقدوء العلوم السياسية عنا المعنور الادارية نظمة معلومات الإدارية بأكل واجسسي بكالوريوس طبعا هذه مواضيع مهمة لأنه كل الناس هلها عم تحكي عن الارتفشي الانتليجنس عن زكاية الاصطناعي والكلاود كمبيوتينج والانترنت فكلها فيك تحب من ضمن يعني المواد التي تدرس بهذا الاختصاص وعننا بكالوريوس في إدارة الأعمال بالعربي وعننا بكالوريوس في المحاسبة وبكالوريوس في المحاسبة والتمويل باللغة الإنجليزية وهلا إن شاء الله رح تكون هنا بكالوريوس في إدارة الإدارة الأعمال باللغة الإنجليزية من لندن في ساوثمانك فراح تكمل هيدا طبعا المجسرات عنا مجلس في إدارة الأعمال ومعارضة بشروية عنا مجلسات في إدارة الأعمال ومعارضة الأنبياء وعنا مجلسات في محاسبة والتمويل هل تجمع بصدد إدراج برنامج السيبر سيكورتي في برنامجها خاصة لأنه طبعا لما كنت في مصر كان المؤتمر عن السيبر سيكورتي واللغة العربية الحقيقة في جماعة النيل طبعا في عنا في كليت الأرسن ساينس عنا ثلاث اختصاصات انتها ديزاين تصميم غرافيك وتصميم داخلي وعنا الكمبيوتر سيكورتي اللي هو من ضمنه راح نحاول نتفوت هيدا المواد سيبر سيكورتي أرج الإنتاليجنس اللي كالاو كومبيوتين مشغلاتها من ضمنها وإن شاء الله يكون في عنا يعني أفكار الماجلسات في هالمجال كمان من ضمن يكون السيبر سيكورتي يعني يكون موجود بضمن هالأرسن سيكورتي ويكون عنا كمان مكادوريوس في الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإلكترونية في أفكار لمجلس السراط كمان عما نقاشها مع جامعة لندن ساوس بانك فالشغلات بتكمل طبعا حسن الكوبة بيجامع عنا دايما أخوالات بأي بيزنس بدك تكون عندك مثلا تروح شوف معامل السيارات عندك سيارة بتكلف سبعين ألف دينار وعندك سيارة خمس سلاف دينار صحة ولا قفية عندهم دايبيرسيتي يعني دايبيرسيبائي بزنس حتى يقدروا يعيشوا ويكونوا سسسين بالصحة ولا قفية فإحنا الحمد لله عنا برامج بالعربي بلغة العربية برامج بلغة الإنجليزية عنا برامج بكالويوس برامج مجلس إن شاء الله يكون دكتورها قريبا جدا كمان فكل هذه لما يكون عندك دايبيرسيتي وعندك دايبيرسيفكيشن للبزنس تفيدك بشكل غريب يعني إذا لاحظتها كل البرامج برامج عربية عليها ماركت رهيبة بعدها يعني اتوقعت انه الناس تدوس باللغة الإنجليزية بس لا البرامج اللي عنا باللغة العربية اللي هي بكالويوس الحقوق بكالويوس إدارة الأعمال وبكالويوس العلوم السياسية في عليهم طلب الحمد لله قوي بيدرسوا باللغة العربية إنجازات الجامعة خلال 18 سنة الحقيقة مش لأني رئيس الجامعة بس لكل العالم عم مشهد له يعني على المستوى العالمي صار عنا وجود يعني قوي جدا دائما متوجدين في مؤتمرات الـ QS أو اتحاد الجامعات العربية دائما موجودين بين الوات عالمية متحدث عن تجربة البحران في التعليم العالي الحمد لله التعليم العالي في البحران عمال يتقدم ما في أي شك فيها جهود جبارة يعني من القيادة الرشيدة ومن الحكومة من مجلس تعليم العالي الأمين العام من التعليم العالي هاي أبدا ما موجود تعليمات هذه في حقيقة واحد يشهد لنريده واحد من يشكر الناس يشكر الله في الحقيقة جهود الجامعة طبعا الحمد لله وجود غئيس مجلس إدارة ومجلس أمناء الحمد لله دائما الجامعة في تقدم مستمر بالنهية يعني أن الحقيقة الأساسي والإداريين والطلاب والخريجين والمستشارين الخارجيين أو الشركات اللي عمال نتعامل معه يعني بس بدك أن تعمل شغلات حتى تكون بسوق العمل يعني مثلا اللي بيعملوها طلابنا بروح يقعد شهرين بمكان ما بيتعلم منها نحن جامعة اسمها جامعة العلم الطبيقية يعني بيخد الثيري وبتطبقها بالفراكتس لأنه بعض الجامعات تركز على الثيري بس انت ما تلو على سوق العمل بدك تشوف شغلات براكتكال يعني بدك تعلمهم مثلا بالهندسة كيف بيعملوا الأكسبرمنت بيخدنا على زيارات ميدانية تترجيهم كيف المبنى بيطفع كيف يصمم كيف يصان فهذه الشغلات الحمد لله اللي يعني كلها مكملة لبعض في الجامعة البحث العلمي يعطينه طبعا وعم يتطور تطوير عضاء التدريس والأضايا الإدارية الحمد لله يعني دائما في عنا ورشات مع جامعة لندن ساوس بانك ورشات حتى داخلية هون في الجامعة لانه عملية تطويرهم هي كل يوم في تغييرات بموضوع التعليم العالي بس وجود الجامعة في العالمية يعني صار موجود أكيد كل التصنيفات موجودين إن شاء الله عملية كمان اللي كنت أربع ساز نقدر نرفعها أكثر من فيها عملية بالمستقبل شهر الجامعة تطلع نتائج التقييمات العالمية مثلا بالكيو اس العالمي نحن رقمنا خمسمية ووادة وتسعين لستمية في العالم أنا دائما ما بحب أتكد كثير إن احنا أعلى جامعة في مملكة البحرين نحن أعلى جامعة حقيقة بالتقييم خمسية ووادة وتسعين لستمية في العالم تصور تلاتين ألف جامعة أعلى جامعة في البحرين في الـ QS العالمي نحن أعلى جامعة في البحرين نحن رأينا 5191-600 في مملكة البحرين نحن الجامعة الوحيدة اللي عنده الـ QA رانكينج الحقيقة الجامعة الوحيدة اللي عنده الـ QS رايتنج أنا بقول له أستاذ بهالله لما يكتب الأخبار يقول له لن تكتب الكثير عن هذه الشغلات ما بحبة هذه الشغلة أنه نحن أفضل جامعة وأحلج أنا بدي يخلي الناس تقيم إنه إذا أنت عندك الـ QA اللي هي فقط 11 جامعة ما شاء الله عليها يعني ناشي بالطريق الصح عم تنتج شغلات حلوة ومبينة وواضحة يعني يعني الوطن ما شاء الله عليكم ما مقصرين معنا بالمرة وكل احترام ذا لكم يعني أنتم عالميين أصلاً كمان يعني فأشكركم مرتينة